أكثر من سبعين بلد أكثر من سبعين بلد أكثر من سبعين بلد وفي داخل البلد يصافح كثيرا الآن في هذه الزياب وفي أسبوع هذا المتشوق زار برعيل وزار جوح وناك مبنز فكثير طبعا عنده إداع متناخلات عنده بط مباشر مجرد مجرد أنا كنت أتابع رمضان الماضي عشر أواخر الناس قلوبهم كانوا يذهبون إلى مركة المقالمة في الارتكار هناك وهو ذهب إلى وكان يعتقد في مقيمات المدسيين الذين غرموا وجوداني شخصيا محبها كثيرا وتعلمنا على إيديها هذا العمل الإنساني أنا أول محاضرة طبعا انتقلت في الخطس سابقا لكن أول محاضرة كان في ديهاد في دبي طور شبورين أظن مع أجد روح تقريبا بصفة مباشرة تقريبا في ديهاد كان له محاضرة تقريبا كان عن العمل الإنساني وكان كلها تدوم حديثي خليجة بسيطة خليجة على الميليس الله سلام إنك ليش الحديث إنك تصير لنا تصير لنا هذا الحديث كان يقصي فأنا الحديث كان بليس حيث رغم أنك أعلمناه ورغم أنك أعلمناه ورغم أنك أعلمناه رغم أنه ترك مهمته ومهنته كطبيب وهذا العمل الإنساني طبعا هو أيضا اشتهر لأنه استخدم الجوائز العالمية حقيقة الوسام الشرف الفريطاني ملك الفريطاني وكذلك عدد من الجوائز العالمية فأنا أتمنى جاء الله خيرا لأنه حقيقة مكثرة ومؤسسات مثل حقيقة المدينة في كثير من الأمور وتشجيعه وتعريفه في المؤسسات ومؤسسات فأنا نراهد جهاز البريطاني فإن شاء الله تعالى نستفيد من هذه الساعة من تجاربي والتجوالي في العالم إن شاء الله تعالى شكرا 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 السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله ورحمة الله أنا سعيد أن أكون معاكم اليوم وكنت أسعد بكثير لما شفت الجامعة التي لم تفعلها ومسررين على أنها تكون من أحد مشاريع التنمية لتحارب الفقر وتحارب البطالة وتحارب التطبيق خلينا أكلم معكم ومنتاز صراحة من أنتم؟ سؤال كل واحد فينا يسأل نفسه من أنا؟ شكرا لا 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 من أنت؟ شخصيتك أو خبريتك؟ بتعملي في الحياة؟ أنا متسبب فيها كنت أستغل بالتدريس؟ من أنت؟ نعرف شخصيتك من الداخل هي دورك في الحياة؟ أنا إنسان أنا إنسان كويس، أنت إيه؟ أنت ملك؟ لا 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 دورك ليس من أطوالك بطالة لماذا؟ كنت تدريس بالتدريس أدريس أنا؟ مهربين؟ خلاص مهربين؟ وظايا ايه? 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 من يفتد فيها. واسفك الدماء. وانا احنا اصاب من محمد الى القدس لك. مالاك قال كده ربنا سبحانه وتعالى. من انت لا احدسك بالدماء? من انت? انا عيوم. ايه? ايومة. ايومة? انا عارفيتك يوم. من انت? انسان يخدم لنفسي ولي غيري يعني. بديد اضافة. انسان يهدم نفسي للغير. انسان متطور. انسان وحب الخير. وحب الخير. ايه? 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 نافع عن غير. خادم المساكين. خادم المساكين. خادم المساكين. خادم المساكين. ليس صحيح أنا هي مهات ينطلق حسنا؟ بعل خير مميزة مميزة شعيب ماي شعب حعي ببنع عمل إنسان عمل الانساني. من انت? انسان ايه? مسكين. نعطيه صدقة اعطي صدقة ها? من انت? نورمال. ما شاء الله. مجتهد. مغير الله. مغير الله. انسانك يعمل مصالح والتفور. انسان يعمل صليح العمل. انسان خلقت لعبادة. خلقة للعبادة. اها. ان اماس. انسان مساعد للمحتاجين. محتاجين. محب الاخرين. لحب الابداع. خادم الاخرين. انسان نافع الغير. ناخد ايه? لا ايدان. انسان اهم. مصلح. 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 يحب رسالة يومي. يحب رسالة يومي. يحب رسالة يومي. عبد الله الله سبحانه وتعالى. قولي ذا. لا. في حاجة انتم واحدة شكوا عني. ايه هي. ولا واحد شكوا عني. واحد. اثنين. ثلاثة. ما لم تقولونه صراحة. انا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه. داش ملكول ما قلته. انا. انا. انا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد كلفنا بخدمة الشعب الصمال. هنا مفهوم الايه المسئولية. انت لا تعمل هنا لانك ها تريده وزيفه. انك تعمل ها تريده اجرين. اجرا في الدنيا. اجرا في الاخرة. فاجر الدنيا نحن مكلفين بدافع. مش مشكلة. اما اجر الاخرة بيأتي بناء على ما فعلت في الدنيا باجر الدنيا. القائم على المسكين كما ذو. القائم على المسكين. قصائم الذي لا يفتر. والقائم لا يفتر. وأنتم من هؤلاء. وأنتم من هؤلاء. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن استحضرنا النية. وبصرنا على اللي احنا بنعمل الدنيا. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفنا وينظر الينا جميعا. فردا فردا. فردا فردا. ويسعب لما تقوم به. ويسعب لما تقوم به. ويسعب لما تقوم به. ويسبق كل ما تقوم به على مستوى الفردي. فده اصل حمل لمسكولين ابلاغا مسالة وافناق المهمة. التي كلفكم بها رسول الله صلى الله سلسلم. التي كلفكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فانتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان مستخلف بعض رسولанов ساتنه و Что فاسبع له اجろ صح؟ وباعتو المال و وضع له اجل لكي يعيش وتعيش مع وسطه. ثم كان عمله الأخروي الدنيوي أنه يخدم المجتمع ليلة نهار. ليلة نهار. لا تعب ولا تجر ولا شكوى ولا أي شيء. ليه؟ لأن مجهوده كان مرتبط بالله سبحانه وتعالى. مجهوده كان مرتبط ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. مجهوده كان قارب من إيمانه بنساة محمد صلى الله سلم. مجهوده كان هو بكث اندمتك ا zasadه في الحياة. خليفة أو مجهوده له في خلافته للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يريد ان يكمله المهمة التي انجز رب다음ين وصلى الله عليه وسلم قبل ن were to الله سبحانه وتعالى. هل استشعرنا المشغلية? نعم. نعم. دعا لها بجمع كده. طب هتعمل تزاكت كده بس بس. انظر لينك. وكأن رسول صلى الله عليه وسلم ينظر لك. بيش مكين. عبدالقادر مش غادر. الغدر من الغدر. نعم. نغدر يعني. عبدالبزة السنانية. والباقيات الصالحات. خطبات مش باقيات. سيدنيا لك. والباقيات. عبدالقادر. عبدالقادر. عبدالقادر انت مكلف بالخدمة لهذا المجتمع الذي قال لا اله لك الله محمد رسول الله. فالتكليف مش من شعيه. التكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يحضرنا بروحه. معنا هنا. يحضرنا برسالاته. يحضرنا بحبه. يحضرنا بما ولع الإنسانية من حلول إلى الأبد. إلى الأبد. فهو خاتم الأنبياء. وخاتم الرسل. وخاتم المصلحين. الصالحين. هذا هو الذي أنت رسوله يا عبدالقادر. قال. الله. الله. لأول حاجة. فهنا نكلم نحن بين من أنتم. نحن رسول ورسول صلى الله. حري بالرسول أن يحتدي بمن أرسله ومن كلفه بالرسالة. كما قال لكونا شعيب في حديث السيدة حديثة رجال عنها. عندما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء خائفا مرتعدا يعني مرتجفا يقول لها كأم وكزاوك وحبيبة دسري دسري. قال لا والله إن الله لن يخذيك أبدا فأنك تقرد ضيف وتحمل الكلب وتعيني المحتاج وتصل الرحم وتشعل عمرات مساء بالظهر. وهذه هي قواعد رسالة العمل الإنساني والعمل الاجتماعي الذين أنتم مكنفين بالقيام به. في أي مكان في الصمار أو خارج الصمار. مع أي نوع من أنواع البشر. سواء كانوا على نفس الدين أو غير نفس الدين. على نفس المثل أو غير نفس المثل. وهكذا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلة وبعثة رحمة للعالمين. وكل عالم لا نعرفه وكل عالم نعرفه. ورب تكن بعثتي كسيدنا موسى عليه السلام جاء عشان ينقذ بني السريل من بلش فرعون. وعشان سيدنا موسى عيسى عليه السلام ينقذ أخراف بني السريل الضل. وعشان سيدنا إبراهيم للاب الإعبياء اللي صدع فقط بكلمة التوحيد. يعني يبني مجتمع. ولا سيدنا عيسى بنى مجتمع. فرسلته. ولا سيدنا موسى بنى مجتمع. سيدنا ونسى موسى خرج بالمجتمع بداعه علشان يبنيه في مكان ما في مكان ما فالمجتمع بداعه خذر. فعبدوا العجل. وسيدنا نور فبناس مجتمع هننقل مجتمع. فبنى الملكب أو السفينة واخد من كل زرجين اثنين. لكن الذي بنى المجتمع وأرصى قواعد بنات من أي مجتمع في العالم على قواعد ربانية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم فعنتم رسل رسول الله صلى عليه وسلم. عرفنا هكده? المشكلة في السماء مشكلة بسهلة. لكنها سهلة. مشكلة مش معقدة لانها لولناها مش معقدة. فيها عندنا مشاكل امنية وعندنا مشاكل اقتصادية وعندنا مشاكل في التعليم وعندنا مشاكل في الصحة وعندنا مشاكل في المياه وعندنا مشاكل في الجفاف وعندنا مشاكل في السيول. ها الى الاخير الى اخير. الجبل اللي اماننا مبني من الحصن. والانهار مبنية من قطرات المياه. كذلك المحيطات. وكل مشكلة لها حل. ما في مشكلة في الدنيا مراش حل. لكن علينا ان نتكاتف ونتنازع عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية من اجل ايجاد حل للصومال. وتكون الصومال هي بايداننا. اللي احنا عايزين نقع عشان ايه نسارف. احنا خرجنا من فطرة صعبة. واصبح دلوقتي عندنا فطرة اقل صعوبة. فلا بد ان نحمد ربنا على انها دلوقتي بدنا ننتقل من المرحلة الى مرحلة. اهم شي في المرحلة دي. اهم شي في المرحلة دي. اهم شي في بحاجة اننا نتكامل. ونتشاوى ونتكامل ونتعاون ونتواصل مع بعضنا البعض. ولا يستاثر احدنا بشي. ونكون ناصحين للمجتمع. ونكون ناصحين لاي حطور من الحكومة. ان ارض الصومال من جلبها لشمالها ومن شرقها لغربها هي لكل صومالي. كل صومالي لو حق العائش الكريم داخل هذه الارض. وانتم كرسل الرسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. مهمتكم ان توفروا هذه الحياة الكريمة لكل صومالي. وان ترفعوا مستوى الوعي عند المواطنين. الوعي يا خليم عن تعليم. ترفعوا مستوى الوعي عند المواطنين. وان تبنوا صومالا قوية. وان تبنوا مؤسسات مجتمع مدني قوية. وان تبنوا وتحاولوا مساعدة الدولة في بناء مؤسسات دولة قوية. ما في دولة تستطيع ان تستقرر بدون ان كلها مؤسسات قوية ومستقلة. وانتم كمؤسسة كبيرة من حقكم على الشعب ومن حق الدولة عليكم ان تساعدوها بما عندكم الامكانيات بشرية او امكانيات فكرية او امكانيات ثقافية ان تبني مؤسساتها. بناء المؤسسات حاليا اهم شيء في استقرار الدول واستقرار المجتمعات وبناء الخصوات التي تتكلمها. يبقى التكامل والتواصل والتعاون والتعاون والاشتراكة وبنات الحركبة الرشيدة لكل جميع من الجمعيات. ولا نقول نحن وزانتهم. الفلوس اللي عندنا مش فلوس. فلوس مين? فلوس مين? مساكين. فانا اجير عند الفقير. انا اجير عند الفقير. انا اجير عند الفقرين. وان نحن جميعا اجراء عند الفقراء. فحينما نستحضر مسئولية كوننا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستحضر ايضا مسئولية ان ما ننفقه مما على حياتنا اولادنا الى اخره هو الذي يعطينا اياه الفقير والارمان والمسكين. الفقير والارمان والمسكين. لك يكون لك رؤيتين. رؤية ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم تستحضره معك. وكأنه هو الذي يكلفك. فان تكون رسولا له في هذه الارض. والرؤية الاخرى ان ترى المسكين واليتيم والفقير والانهار الى اخرى الى اخرى اخرى هم الناس وانا مرتبطة. لان كل الاموال التي تأتي هنا تأتي من اجلهم. وما نحن الا امنا مستأمنين على هذه الاموال. ندر. فانا اكلمت عن من انا. وكلمت عن من يتبع الاماني اللي هو اليتيم. وكلمت عن انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمت على دوري في الرسالة المتكاملة اللي هم نتكلم عنها. ودورنا في بناء وطننا السومال. لابد ان نتكامل. لابد ان نثقف القبائل. ونثقف الارقيات. ونثقف كل التشكيلات كلها انهم يعملوا من اجل السومال واحدة. السومال اغنى منكم جميعا. بكل مواردها. التبعية. داخل بطن الارض او فوق سطح الارض. بكل مياه. بكل انهارها. بكل ملاخها. يلتك في السوماليين واكثر من السوماليين. قد تصبح في يوم من الايام. سلط غزاة اللي ما ندفق قولها. سواء كان في جوبا. ران جوبا. او نار شابل. لكن لابد نوع مع بعض. كيف انا بني سدى. فكيف انا نصلح ان انت بالسوماليين. انت بالسوماليين. اللي يعمل السميكة مسلاة من السمن التي يتم اصلاحها الحواس؟ النبي هنا السدود. لماذا؟ كلي سنة يا شباب بتروح من لنا بليون بلاين. الامطار المكعبة على فين? على المحيط. على المحيط. كل سنة. انا جيت الى في 2016 وال2017 وال2018 واليوم. واحنا كنا من كم يوم في حت اسمه ايه دارو الشابين دروي. دروي. في نفس الوقت دي احنا عندنا جفاف. احنا عندنا رؤية ازاي نحجز المية دي ما تروحش للمحيط. نحجز المية ما تروحش للمحيط. مش هيرف واحد انت نحجزها اللي ما انتكتت مع بعض. بتقعد الجامعات السمالية تضع رؤية. الحكومة تضع رؤية. لكيف نحجز هذه المياه اللي بتحضر في المحيطات كل عام. لو احنا حسمنا في المية الامطار المكعبة. التي مهدرت في المحيط الهندي في الاربع سنة في الماضيع. تضع ترلينات. مش بلينات. ترلينات من امطار المكعبة. الكافية لوراق السمال كلها. من شمالها كنوبا مش بفضلها. لكن بدون وجود رؤية لنا. وبدون التكادف لم نستطيع. اول كان رؤية شما كنت تسمى? الفين وخمسة. الفين وخمسة. الفين وخمسة اروح عن داخل عكم تاروي نعم. هناك كالله في كنبي. في حوالي تمن او سبع الوزراء. تعريب والصحة وقانون وكذا وكذا. قعدني مع بعض كذا في غرفة واكلم. كن في روحكم بيكلم عن الوزراءب تاعي انا عايز كذا 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 ساعت انا بنزلPro تذكر الاتقاط دا ببنزل أنا ممعيش إلا مئة ألف دولار ومئة ألف جنيه وعايز مشروع واحد فقط. مشروع واحد فقط مشروع واحد فقط فما هو المشروع اللي تتفقوا عليه؟ قالوا المياه. كل تنازع عن الفرصالة بتاعته لو كانت الصحة أو التعديل أو القضاء أو كذا كله تنازع. أنا قلنا نقلك المياه والحيوان والنبات. فيما بعد نستطيع نعمل مجتمع. مجتمعنا مجتمع زراعي ومجتمع رعب. أو على حد يضحك عليكم أو يخرجكم من الرعي والزراعة في الآن. لأنها دي قاعدة اقصاد اللي كل مواد الصومالي يمكن نعملها. في مرحلة معينة لابد نكتبني الاخصاد من تحت لفوق. من تحت لفوق وعشان نبنيه لابد يكون عندنا لأول شيء من بات أمنا فيه سربيني. اسمات أمنا والمكان هنعيش فيه معافة فيه بدنيه ما الصح. عندها قوتة يومية الأكل بتاع كل اليوم. كان كأنها محيدت لها الدنيا صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمن والسكن والصحة والغزاء. والغزاء. مرة كان الشيخ الخردوي ربنا يديره الصحة. بيحكي قصة كله عن الفقر. تأثير الفقر على العلماء. تأثير الفقر على مين؟ العلماء. مش علينا احنا هيدا. فلقى الشيخ قاعد بقى في المسجد كده وبيتكلمه وعنده خمسين مسألة فقهية وعشرين مسألة آآ شرعية ومش عالف كم مسألة حديثية. يخلوا قاعد بقى من شجح يعني مبسوط. فدخل عليه الجايرة. قالت له كلا فنه. يا شيخ. لا نعم. قالت له ما عندناش أكل في البيت. تعالوا عليه قاطلك الله لك قاطرتي مئات المشاكل او مسائل من دماغي. خلاص. البيت ماكوش اكل. بيت ماكوش درة. بيت ماكوش سردو. بيت ماكوش دقيق. مش عيش. مش عيش. مافيش رزو مش حاجة. قاطلك الله لك قطرتي كل هذه المسائل منهم. فالاول شيء لابد توفير الغزاء والمياه. ويتجعله احدا يخدعكم بشيء اخرى. وده اللي موجود تحت الجريب. وده اللي يومكم كل فرط من اثناء الشعب الصومالي يكون به. الزرع والمرأة. والماء الصلاف الشهر. فانتو حاليا كمؤسسة لابد جميعا نتكادف على بناء هذه المشاريع الترموية. نخرج ونقول لكل المؤسسة الدولية الكيمياء. كفانا اك. كفانا توزيعك. كفانا 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 كفانا. هيا انا ننمي مجتمعنا. فان كنتم عندكم نية لانماء المجتمع الصومالي. فان كنتم عندكم النية لبناء المجتمع الصومالي. فان كنتم عندكم النية لمساعدة المجتمع الصومالي مخروج من الجفاف الى الري. ومن البهل للتعليم. ومن المرض للصحة لابدنا ان نبني المجتمع هنا من خلال مشاريع الترموية. قاتلوا على الترمية. احنا لا نريد ان نكون مستجدين. شحتين يعني مش احكين من شحتنا عندكم موجودة. لا مش احكين. هنا عندنا بنتك عن الكرامة. وعز النفس. ولدينا عندنا قدرات. قدرات فكرية. قدرات بشرية. قدرات ربنا سماء وعلى الدهنف. انا عشنا عليها. فالصحة الهمية. ونحن احسن الناس. القادرين على اماء المواد الموجودة في السماء. لو استغلنا فقط في سيد الاسماء. وتكفيض الاسماء. او طعيب الاسماء لما اصبحت السماء من اغنى دول العرب. لأسماء فقط. لأسماء فقط. وعندنا الشتر بتاعنا دوله قد كم طول وكم كيلو. او تلتراف كيلو. تلتراف شمائة كيلو. الخيال يا شباب تلتراف شمائة كيلو لو في كل كيلو. فيه كم الف سمكة. وكم الف حود. وكم الف جنبرياية. وكم الف استكوزة. وكم الف مش عارف كزا وكزا 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 وكزا. يعني انتو تاني اكبر ساحل على المغيط بعد بنوبة افراحة. انا سبعة عمنا كده ها. انت وعمنا كده. موقعنا استراتيجي. مناخنا. الواحد بيدور على مناخنا جميل. في جوا عديد. يتقول لك الماء والخضرة والواجه الحسن. انا ليه لدينا اوليه وانت بقى انت لوجه الحسن. بس عاية تبا يكون اكشعر كده. اه? اه. 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 فلذلك. فلذلك لو احنا عرفنا قدراتنا سنستطيع ان نبني اوطاننا. لو احنا قدراتنا سوى كان بشرية او خارجة كهبة من الله سبحانه وتعالى لنا. سنستطيع ان نبني اوطاننا. ننطل على خصص الصمار من خمسين سنة. او ستين سنة. او سبعين سنة. او مئة سنة. كيف عاشوا الناس وصنعوا الامجال. كيف عاشوا وكانوا يوصلوا لمساعدات لدول الان بترسل الان مساعدة. ونحن نستجد منها. كيف عاشوا بنوا ها التكاين. بالحجاز. ادي اعراضيكم. ادي اموالكم دول مين? لان هما قبأنا. واجدادنا كانوا وثقوا في انهم يستطيعوا انهم يبنوا الصمار من الداخل. ووثقوا ووثقوا في عرفسهم انهم عندهم رسالة. ما ونبكة بتطلع من الصمار. ما ونبكة بتطلع من الصمار. ما ونبكة بتطلع جدا يا اخد شعايد. ان يبقى خمسين او ستين في المية من المبنيد شباب تحت السبعين سنة. شباب شباب. شباب شباب. وعاد برضك تجيب الشباب. المرأة لها دولكم هم هم جدا في المجتمع. والشاب اللي دولكم هم مجتمع. والحكيم بدي دولهم مجتمع. فانت حكيم الزبان. ها? عارف عارف. يلا صار. شعب عندنا نستحكمك بحكم. وباقوالك رشيدة. تعلم الشباب. زي الاخت الاختر ده شوف ده. وعند نجبره ونجوزه. جوزة لسي. متجوز? لسي? مارد? 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 مارد. خلاص. وعند نجبره وفادي. وكان نجيبهم وايفة. ها? الزواج مارد? اتتتبي. الزواج بنيها. الزواج بنيها. الآن من جمعة وامة اخت تبني مع النسمع. اللي اهم وحدة في بناء النسمع هو الزواج الصالح والزوج الصالح. اكتره من السباب يا شعير. واكسروا من الشباب واخروجوا المجتمع. اوصاروا ليها. الرجال قاعدت المكاتب بتمرد. دمع يا شكبك. الرجال بكلوسي المكاتب يمرد. يمكن كان شعاي بقولنا انا مسافر. انا مسافر علشان انضر حاجتين. اول حالة انضف نفسي من ايه? من الفكر المغلوط اللي انا بعايش في مجتمعات لها فيها. بانضف كل ايه? الزنوب اللي عندي ايه مبارو. لما اتنين بتعلم. واهم متعلم منكم انتم. يعني اكتر واحد موسيقى من الرخلة دي. هو انا لاني اتعلمت من الناس زي عايشين. من المعاناة بتاعتهم من امكانياتهم بالاخلية. حتى اصبح محاول ان انا اتحدث باسمه. يبقى الاول حاجة ان المهدف نفسي. لاني حاجة بتعلم. تالت حالة. واحمد ربنا اسمنا وتعالى. على انه لم يمتحني كما امتحني هولاء النفس. التحان. الخير والشر فتنة. صح? والروحة كل ما يشوف. الناس دايما كانت وذيتهم يا الله يا رحمة. يا ابني اللي يبص لفوق. لفوق كده. لقد تفجع. صح? ايه. انت بص لفوق كده. لكن نحمد ربك. ودائما خالد الخارجة تقولي كده. خالدك مع الفوق. ما بتروحش مع الاغنية. ما بتروح مع الاغنية هتحس ان انت قدامهم فهي. فانا عايز بكترونيين كده ما تروح معه. عايز يكون عندي عربية. عايز يعني شعارة كده كده كده. فانت تبدي خالدك مع الفوق. وعمارات طويلة الى اخر. فددت انه نقط نقطة تالت. الواحد يحمد ربنا على اللي عنده. انه عنده سأل تقعيش تحتيه. عنده امن عنده امان عنده عزلة اكل. مش اكل بس يوم واحد اكل شهرين في الدلالة. ونجيب الاكل ونخزنه. صح? وبقيم بنا عيال شرارة مدية نصف الاكل يبترينه في الزبال. وانتو شايفين اهدار في بعض الدول الغنية اللي هي من العالم الاسلامي. في رمضان وضر رمضان وفي الافراح بداخلك كمل اطنام من الاكل اللي لو مزيعة على فقراءة انه هو مال هتغنينه. لذلك نقطة اجزالت. سمعت برنامج. ها. يعني من ذلك. بعد يقول اه. مثل من الشعوري من. من؟ يعني برنامج تسمعته. ها. يقول اه. الشعور. لا ما تقولش اسمها دولة. ايوة. الناس. الناس. يعني. ايوة. ايوة. يعني. ايوة. يعني. يعني. شعب الصوبار وشعب. شعب. ايوة. 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 شعب الرنقكة. وشعب الجمال. زك الله خير. يعني انا يمكنكلم على كلمة اهزارة عتمال. على الطعام. حفلات والأفراق والأعراق. لا يروبها يروبها من الزمال. انا عادي نعم. انا بس مش حكاه ومش نتاول عليكم. عشان لو انتم عادي سألوا بعد لأسئلة. وقدم بالكو. انا اهلا وسألنا انا جايز. وانا مش تعبها انا فرحان. وكل ما ما اكلم معكم بافرح اكثر. بقى كده هزار. بحن دي عادي زبر. 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 زبروتا. زبروتا. سلسل. ile محلع. اي أشناجمي الشباب. انا جاهز. يragonكين في mediasي. يا انا اتصлей الشريف كنقا. اي سؤال. سؤال محرك معن aroundش مشكلة. قوله كنقسي انا متمياlass جوز خمس سلطات والعشر سلطات ارا ماني استعداد كلمة. 55% الاتجيز. خمسين لديك. سألني سؤالي واحد. سلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شكرا. افرح بكم. انا وحنا. ما عندي سؤال. الوضوع الثاني يدور العمل الانساني. نعم. يعني منطق بين العمل الانساني والعمل الخير. وتمعنا كل. والعمل الخير. والاسف كل التعريفات اللي مربوضة في الخموش حاليا. التعريفات جاب لهم. العمل الانساني اللي هو العمل اللي هو الاغاثي. كان زمان يسمه ريليف عند الامرجنسي عمله يسمه في الماضي من ثلاثين سنة. لما بدأ نحن العمل كان يسمه ريليف عند العرب في لغتهم للعمل الانساني وكل عمل يحدم الانساني. بما فيه التنباوي ما فيه التأهيلي ما فيه التدريب. احنا مشكلتنا اسمه كيف? عمر. عمر سيد عمر سيدنا عمر. احنا مشكلتنا سيدنا عمر ان احنا محطناش تأثير وتعريف للمصطلحات الانسانية. وبنتابع المصطلحات اللي جاياتنا وما الناس اكتهدوا. وبنقولش الناس بالوحشين اللي اكتهدوا. لكن فهمهم لكلمة انسانية كان حصل نقاش كبير جداً بنا وبنهم. وانا بتلاقي الاجلات دولة السيد العمر في تعريف كلمة انسانية. انسانية تقولها بكل ما يمس الانسان في اي مجال. حتى ممكن يخش في حيوان والطيق لان هو دي الجنون بيستنفع عنهم اين? الانسان. اما كلمة انسانية في العمل في المصطلح الحديث في القموز الغربي هي اللي هي الحالية بنسميه اللي هو عمل انسان اللي هو عمل الالتلافي. العمل الخاري اللي هم بيصنفو دلوقتي اللي هو عمل اللي هو التقليدي. الخدمي في المقفية المجتمعات. يعني زي كفردنا اهتام. لوزع الحسن الغذائية. لوزع الملابس. الحاجات لكلها. فالناس يا اخو عمر بيصنفو على قدر فكرهم. وفيهمهم من المسلحات. انا هعودك حاجة يا اخو عمر. صلي على الناس. المسلحات منك كلكم. لانه تحدي. لانكم ترددت انكم تكون ايه? رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عادت كلمات او مستخرجات النغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الانجليزية واللغة الروسية. من عنده اجابة? او الهدان. كم عادت كلمات ومستخرجات النغة العربية والفرنسية واللغة واللغة الانجليزية واللغة اللي هو الروسية. سريع عليك. ها? سريع. لا 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 لا. رحمة الله رحمة الله. كلمات الله. ده الكلمات المستخرجات. كلمات المستخرجات. اللغة الروسية.wioeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe بعدين اللغة اللغة الفرنسية مئة ستين ألفة. بعدين اللغة الانجليزية ستمئة ألفة. أما اللغة العربية فاتناشر مليون واثنين من عشر. في الفرق دي. حتى لو انت جمعت تلات لغات دولة على ربعة مش حد لهم اليوم. فعنا بنهم من كنوز اللغوية اللي بتقرط لنا الأعمال في كل مجال في كل مكان. لذلك بترجع يا اخ عمر انت بتتبع ناس ربنا يا اكرمهم جزء من اخناهم بتاهدوا. لكن فكرهم محدود في اللغوية بتاع اللغة بتاعدي. وانت بتهم لغتك اللي فكرها مش معدود. ده التحدي. ده التحدي. وانا احوالها بتان ما تهدي. ما فيش يخي يجي وانا اشيبه حفتن غير ما يعرفه عربية. قل له انت فانكوش. قل له سماية قل له مش عايز. لا يقود ولا يجاز. مفتي بدون نغة عربية. ولغة عربية باستنبطتها واستخراجتها. مش شوعة عربية ده هو صفة من صفات او اساس من اساسيات انك تصبح عادة او محدد او مفسر او فقير. ليس استعلاء ان انا بعرف تكلم عربية. لكنها اصول من اصول العلد الشرعي في الاسلام. شكرا يا اخوان. تفضل. شحرا ما تتكلم انت خالف عند غيات ولا عند غال. بسع الغال. اعلمان. يا او اسلام ايها. لابد ان اعشان في كيف كيف مزيوع ووزيقي صالحك. شكرا يا اعلمان. ليس انت tante حب حبيبا انت مش عبو الإنساني. هل فيه نير ورويات عمو الإنساني مثلا خمسة دولار. وانت اوصة مسيحية. اوصة مزيمة. اي عمل في العالم تبنى على احتجاج الناس الموجود. يعني الاولوية بناء على الحاجة. لو المطقة دي محتاجة مية بقى اولوية مية. محتاجة تعليم بقى اولوية تعليم. محتاجة الامن بقى اولوية ابل. محتاجة ازراع بقى اولوية ازراع وهكذا. اصولك? وهكذا. لما نيجي في مجتمع ما وفيه مسلم ومسيحي. في العمل الانساني اللي هو العمل اللي فيه اغاثة لقى فرق بلد اتنين. لقى فرق احنا من اجمل الاشياء اللي حصل في الشيشان اللي غفل الاسلامية. في عام اه بعض الحرب التانية في سنة 2000 اللي كان فيه امرأة روسية. فكسوبة ايه تعمل لحوم الاضاحة انها مش مسلمة. فنحنا ما نحاول لحوم الاضاحة للسجوء والمحتضلة على الجنة كلها. فجاءت كله على استحياء. وقال لنا اه ممكن انا مش مسلمة زي ابوه بتاع ده. فدرى الاخ زي مادة المسلمين بالصدق. زي مادة المسلمين. وكل كابل ينراتب صدق. كل كابل ينراتب صدق. وخلي بالك. لو انت اسعدت الاتنين ربنا حيبارك لك في العمل بتاع الاختر. الاتنين هيكون المجتمع. انت عايز عملك يا اخ عبد القادر يربط المجتمع من تحت البعض. لو غير المسلم وقت فقط ابتدي المسلم. حينعزل عنها. هبتدي الزنف. وسوء الزنف. والكر الاخرية الاخرية. ويبتدي يختلف من ناس اخرين. ولا بودة الوازن. ما بينها. حتى في الزكاة. في الزكاة فيها في سبيل الله. فيها المؤلفة تغلبهم. ولا بودة فترة شيخ شراء الله. الشيخ قول الله. قال لك حتى ولو لم يرجع اسلامهم. يعني انت بتؤلف القلوب. مش بتقحم الناس على دخول الدين. يقحم الناس على دخول الدينة ويعتبر الجريمة ضد الانسانين. ان انا فقير. انا محتاج انا كذا انا كذا انا كذا وكل انسان بيفض على الناس ديني من اجل الطعام هو بيعتبر الجريمة ضد الانسانين. لكن لو قد احنا نعلم المؤذرة كذا اللي لازل ليك باسم حتى. على قرآن سنتبه والمؤلفة قلوبهم. يعني على الاقل ما باش عدوهم. وده لي سهل. سهل داخل الزكاة. مش سهل داخل الصدقات والهباب الداخل. تفضلك. تعال يا جنب يا انا. نسمح عمر انت كمان ببتك ولا نسمحك? انا ولا عبدالب. عمر رضاك? قلكم عمر رضاك. ازيل ان عمر رضاك عليكم. بدنا. اه 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 انت لك الله يمنحك يعني. اه كنت عاية تسالك اه في الأعمال الإنسائي يعني هناك في سنة المعيات من الأولى على السنانين والمعيات العربية يسمون ترميشنال نم ترميشنال يعني يعني تبارين تقليديين من تقليديين من تقليديين يعني هذه التصورة بكل إسلامي ومسلمين يعني نطنون أشتر شكرا عشت نفس الموضوع اللي هو التسميات والذي يسمي التسميات والذي يتخدم بالعمل وأصبح يكونوا بحوظ وأصبح يكونوا أوراق بحصية هم لقلون في الماضي إن أغلب الفلوس اللي بزوح الأمر واقل المؤسسات الكبرى اللي هي المؤسسات الغربية الإنسانية كذلكم الله خير إحنا إحنا كدوق المؤسسات الإسلامية أو كدوق الإسلامية لا نعلم عما نكون به لا ندخل في المحافظة الدولية لا نعطي تقارير نعطي تقارير المؤسسات الغربية المؤسسات الغربية كدوق الإسلامية طلعنا مليار التاليين بيطلع مئة مليون وخمسين مليون اللي بكتبوها إنت ما بكتبش وذلكم أنا شامنا شامنا تقليديين وإنت لسه غاية جديد بردام إن أنت بتعمل الضبط كما يعملون مشكلة مش عندهم مشكلة عندنا مشكلة للأم المتحدة وما عندها عندها التقارير إحنا بمناش التقارير بتاعتنا دخلها في المنظومة متابعة الأعمال اللي احنا عملنا بها يعجب كم مرة الدول العربية تبرعت في السبع ثمان سنين دول السورية وإلى الآن في بعض الدول مش محقصة على خريطها لأنها بتتكسل أو كذا أو كذا لون ذكرنا اسماء الدول يوم مرة من الدول المسلمة تبرعت للسوداء في الثلاثين سنة الفاتحة ومع ذلك مش مكتوبة لكن مكتوبة على المؤمن المتحدة لهم الناس بكتبوا إننا بخش المكان ما جمع أنا دخلت المكان ما ما بدت شعرنا بني دخلت فالمشكلة مش عند المؤسسات الأممية مشكلة عندهم الدول العربية والدول الإسلامية والمؤسسات الإسلامية ليس بتخش وتنخرج في مصد هذه المسلمة احنا سجلنا الإباسة الإسلامية في الأول المتحدة تعبوا من كم سنة؟ من ستة وعشرين سنة الف وتسعمائة وتسعين الف وتسعمائة وتسعين الف وتسعمائة وتسعين واخدنا اللي هو صفة الشراكة مع التحاد الأوروبي في عام الفين وواحد في سبتمبر أفين وواحد يعني بعد توقيع سبتمبر بحوالي أه ثلاثة المعصبية أو اصبعينا مشتادة المعصبية واخدت بالك فانت اسعى والأمر مفتوحة انتها مسعاش بيكلموش عنك ما تحطش تقريبا بيكلموش عنك ما تفضل تقش بي ما بيكلموش عنك ما تعملش أبحاث 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 بيكلموش عنك مرحبا بيكلموش عنك شكرا نشكر تحتوي العمل الإنساني لكنها تُمَّة أنا رويل بالتحديد كيف نستطيع أن نفرق العمل الإنساني وتُمَّة الإرهاب هناك مؤسسات كبيرة هلالة كانت تعمل في مجال العمل الإنساني بسهولة يتبع لصبها شيء من هذه تُمَّة وتختفي فكيف نستطيع أن نفرق العمل الإنساني عن تُمَّة الإرهاب شكراً للمشاركة في المنتمعات الدولية استكمالاً منفتاح على الجميع استكمالاً لبناء الشركات أنا نتكلم معنا عشان كده أنا ما كلمت أنا أخذنا التصريح أخذنا التصريح إن نكون عدو في مجلس الإشارة للأمم المتحدة خاطرها واللسطة مجلس خاطرها مجلس بنعيش في حاجة اسمها عصر إن أصبح فيه شريك جديد إنساني إسلامي بعض الناس بيحبوه وبعض الناس ما بيحبوه بنعيش في عصر ما بعد ستمبر 11 15 ستم هذا الفصيل للعالم إنه أرهب أو إنه مضطر أو إنه صدامة إلى آخر فأهم شيء بنعمله إن أنا نفتح المرة واحدة يكون عندنا في الداخل حوكمة رشيدة ما يكونش عندنا في الداخل تبعيات سياسية أو تبعيات دينية لتشكيلات دينية مختلفة لأنه دي بتخلي الناس بوصول النظر مختلفة لأنه نخلط الأوراق ما بين العمل الإنساني والعمل غير الإنساني اللي ما تقولوا منه العمل العسكري باكي بحنا كلمنا عن السياسة وعن الدين وعن العمل العسكري دائم اللي هو الشرافية في شرط الأموال أنا جيد أصل الأرمالي في بلد السماء صعب تحول الأموال وصعب بساطة الأموال وصعب متبعد صفر الأموال يابد يكون عندنا شفافية مالية غير عادية شفافية مالية غير عادية من البنك في لندن إلى المستفيد في اسمايو أو أو إذا شفافية 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 حتى لو أخطات هؤلوا من أخطات هاديكم مثلا من الأمزلة بوكس فام بألفين وآآ ألفين وعشرة لما حصل قصة الضعارة في هادي وطلعت الفديحة قدموا تعليم للتشاهد كوميشن التعليم ما كانش كان لكن قدموا تعليم قدموا تعليم وفضل التشاهد كوميشن مردش عليها لما حصل الفديحة ستاني الفاتد قدموا تقريبنا عشر سنين فكل أنت عندك خطأ تخطيه ما تغمد ما تقفلش عليها تفتح الباب تقول أنا أخطأ يقول أنا أخطأ أحسن من ذي إيه يكتشف انت أخر يعني ناتك على الآخر يكتشف خطأ سارع بإصلاح خطأ وده التالي يبقى أنك كانت حكمت الدرشيدة الشرفية بلاس اشتراكات والعلاقات مع الأخرين بلاقى اشتراكات والعلاقات مع الأخرين لما عدلش من الناس دول هيدافي عنك إلا لما يعرفك مفيش حتى هيدافي عنك عشان انت مسلاً بضعية والكلمة حلوة مفيش حتى حق يعني الحاجة اللي أنقذت بعد فضل الله سبحانه وتعالى اللي بس أسميها ٢٠٠١ في بريطانيا لما حصل أحداث ٢٠٠٠ ٢٠٠ كانت تحصل فيه خطأ خاصة لم تكن دول على هذه البابة لكن الجاعة بدلنا علاقة مع حاجة اسمها كافر اللي هو المؤسسة الكاثوليكية كافر للتنمية تبعد الكنيسة الكاثوليكية وتبعهم ولنها من أمدة من أمدة أمدة أمدوعة ٢٠٠ يعني الناس عرفونها مبذرونها وكذا 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 إلى أفل فالما بدأ يتكلموا في الثياليات خاصة بتاعيتهم لا احنا عارفين للعصة الإسلامية لازم نستعرفها ليه لأن الجو اللي احنا عاشيين فيه أنت منتام لا الناس من العكس والأسد بعض أو كثير من الدول اللي هي في التابعة عربية أو اسلامية لتاهم اكلش الضغم. نفس الضغم. في امر اتاني عنه. تمثيل النساء والشباب في المجارس اللي بتاعتك او في المستفى المستفى اللي هم الموظفين. يبدأ بعض المؤسسات اللي اقولك لا احنا دول المؤسسة الدكورية. حط اللي علامة ستفهم. يابد يكون في توازن. عشان يجيب لسلة اولا الناس مع الشباب اللي من غرفهم جزء. سواء كان من بنات او شباب لنفسير المجتمع حتنا. انا اتيكم مثلا على عدم مشاركة المرأة. روحنا مرة منديرة. منديرة طبعا فين ساكت فيها? مندركوا صوماليين. اه? صح? الكلام ده مش عقافين وخمسة او حاجة او عقافين وستة. الارض هناك حمى. حمى حمى. واحنا واشيين كان عربيات ما فيهاش تكيف. فطرنا نفتح الشرق الايه? شباب. فالتراب احمر يعلى وشنة وعلى تأنى. ممكناش متخاليل نحنا شكناها زي الشرقين. روح تنين كان بيوعد حكات تاني لما تشوف. لما نزلنا عشان نقعد مع الاصفال والنساء هناك ولا ولا امرأة معنا. الاصفال كان مرعبين. رجعوا وعادوا عيارة. والنساء انه قدبات فقعدين كده يعني انت جا تعمل معي وانا نساء محافظات يعني. فحنا اطلقنا ان احنا كنا مفتوئين وكتبت معنا نساء او شباب. العام اللي بعدين لما رحنا نايجل وماليا وانشاد وليبيا كانت سوء السبعة. قدنا معنا ديها النساء. فالبنانهم. العيال السغيرين كانوا بنعبوا على حقلهم وتنططوا حقلهم كأنه كنتا في عيد. وانا خدنا ايه كورسي وار. فالمفروض احنا جماعة الفقر التفسير الشريعة يسمحوا بسفر المرأة المسلمة في ظل الشرق. هما الان في الحلول. مش يقول لك لا. لأ. المجتمع دلوقتي هيقول لك حاجة. انا نزلت دلوقتي كالشمالي رجل. ودخلت اي قدية او اي مكان كالنزول اللي هو بتاع تبعه الاسوار مع اطفال. الاسوار هناخد خطوة لاورة من كنت صومالي وهي صومالية. لكن لو ليه الاسم اكي انت? ها? اكي انت جمان بابنا يا باب الجنة? هتجوزي. ها? عشان بابنا يا باب الجنة? هاي. المهم. حتى السومالية عايزة راحة سومالية تكلمها. فان برح معنا كانت اختي اسمها ستة كبيرة كمعنا نص مريم. مريم وان اسمها عايشة. لا اسمها عندها حاجة ماما ايه. اه. اتكلمت. ماما اعملت. ادي كنت لناك صحيح. ماما اعملت ماما اتكلمت على حاجة خاصة. لما اصبحت بقالبة وحصل لها كذا 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 ما لقيتش حد يتنظف ازاي نفسها وايه عشبة ومخيام مخيامات ان ايه نازحين. دي الحاجات اللي ازا بتقول ايه. انا كلم عنها. فبالتالي جزء الموجود الغرب الوقت يعتقد ان عدد موجود المرأة دي شيء من ناسية العامة. دي وقت العامة عنا المخشوق. فاحنا نوازن. فبين حاجتنا المرأة وحاجة الشرع لحمال المرأة بتعمل بس الان. ودي في اشياء كتابة القطاع. الامر تاج خطاب الاعلامي بتاعي. خطاب يعني السور ندو خطاها على الفيسبوك والسوشال نيتر. الامر الرابع والخامس او السلس او السابع فيه مؤسس بتصنف. انت متعاشتنا بتصنف. يعني في عاجة اسمها وولد تشيك. عارفة زمتم. وولد تشيك او اللي هو طمتل رايت. عم نتلزم اليوم مصنفين النوم الهبيين. اي حد بيكتب اي حاجة قلت له. ما فيهم انا قلوا مش الاسم. كنت تعرف. يعني ما يسمو بتحط هناك. يبقى بيحاولش الفلوس. كم مرة المرأة عايزين نحاول الفلوس من كندا بريطانيا اللي بمعين الماء. كان فيه ثلاثة على ايه على القاة وقاة طوبس و ريتان. وانا لهم. فما مشوا بايش تحملها بوين. البنجي بيخاف. فاني عارف طوبس و ريتاني عارف شعاي. وولد تشيك. عشان كل موزف عندك هنا بتعمل عليه تشيك. لو انضيف ولا مش استحملل. استحمل كل جواة. كان ساوا اللي رجال خليك وارك شي ありがとう عشان انت عشان واحدة ست بايين خلاص ده. حانتي وردك ممكن تكون الاسم مين. الآن لو تازمح فريدة على كل مؤسسة تعمل الحالة اللي بتوزف يمو يا ساعدة. يعني اللي بيحضر بتقوانين دي مشاكل. في مؤسسات بدأت تابع وخصانة المنطقة اضطاعتك وانا هو المنطقة كلها يعني مصلاحات مصلاحة. اه فممكن يعني ده ممكن حتى تصبح عليه فرانس انت مش عالف يا فسانك عشرين الف وخمش ساعة في حاجة كده هو. فانت بتعمل نسكاليا عبودة. لو في اي جمعية حمالية عايز تطلع على الناس. لما انهم خدمة من خدمات. فكل الحاجات دي اخ عمر مرتك وانتوح محمد. اخ محمد ربك. كل جميع من جماعة دي يمكن تستميب خدمة من ايه? من من زمزم كمؤسسة كبيرة اللي بتكشف. لهم على الناس عند ده. اللي همشوفوا والله الناس دي كزا. الناس دي كزا الناس دي كزا. وفيه كل الوسائتين موجودة متاح. لكن اهم شيء التواصل والامفتاح قبلها شركة. ودخول مؤسسات التقوية متاحة او اذا كانت كنتم هنا اول لو كنتم في اوروبا الاتحاد اوروبا. اتصال بالسفرات اللي كان موجود اهو. بدا السفرات تفتح انهو. امريكية فتحت البراثانية فتحت اتصال بالسفرات. طلع. في حالة. مش مشكلة. بس نتصل. لا ولا كنتتصل. لا ما تتصل دي تتصل لو كانت مشكلة ايه. لا ما نتصل بس. طلع لا تتصل عليها. انا عملي مصول دي والسويديين والدرويجيين والانت كلها كلها. اتتصل بيهم. في الماضي لا تتراه هناك. عندي في المصارب شكرا اه نعم. تصدد. في الوقت خوز والاسلاحة الصعيف. انا يمكن نصل المغرب مع المعطوب. اهه. ايما انت بديد الوقت اشان. اشدية. يا عمد انا مفت كتير. انا مفت. انا مالك. انا شكراً لكم. العمل الإنساني على سعيد العالم. وهناك يعني تحديات أساسية تواجه العمل الإنساني على سعيد السماء. طيب. التحديات كتيرة. أعلى التحديات لم نتكلم عن أخوانا محمد. وفي الكلمة نقول لأرهاب. الحضب عن الارهاب. والإسلام أخواني. الآن ده أكبر تحدي. إذا كان داخلي أو خارجي في السماء الأمودية السماء. الامر التاني التحدي المهم جداً الكفاءات البشرية اللي عندنا. الدعاف جداً في الكفاءات البشرية. الدعاف اللي عمل خيري مش عمل كده يحدون بي. مش عمل اشيل بس آآ عشان تودية الناس ورجع لك. عمل خيري. أصبح فيه مهنة. أصبح حفظة. أصبح رسالة. أصبح مهمة. أصبح ينقص على المجتمع. بيبني مجتمعات. بيبني السلاة. مش عادة بحاجة اسمها كده. البناء مش كده. الى آخرية. أصبح حاجة اسمها بنسميها اللي هي ديوة الساكو السوشال آآ الساكو السوشال سبورت. اللي هو العمل النفسي. والأطفال مع النساء الى آخرية الى آخرية. بكيس ما أقول زي ما أنا بكده. بل اعتبر ان عمل أهم شيء لحد تتكلم كده. أما انساني اللي هو معارفة ما هو العمل الانساني. معارفك ما هي معيه الإنسانية. حينسي عبارفك اللي حطوه على ايه بلاجة دولار السنة. صح? موجود معيه من تبعه. بلاقي الكفاءات اللي عندنا. اقول لك اللي هو آآ التحديات الاخرى اللي بتكلم معنا العراقيات اللي موجودة عندنا. والسومات بسم الله ما شاء الله مليانة قبائل مليانة عراقيات. اللي هو السقافات المنهبية المختلفة. الشيعة سنة. بعدين الجماعة الاسلامية يا اخوان سوفي. معين سوفي الف ولا بيه ولا جيم. معين جماعة الاسلامية الف ولا سلفي الاخرى. يقول لها تحديات. تجد في بعض الجماعات مرتزمة بالشيخ ده. او الشيخ ده او الشيخ ده. غلط. اللي لا فلوس فلوسك ولا فلوس الشيخ. ده تحدي الاخر. التحدي الاخر كيف هتعامل مع مجتمع الدول. كيف نفهم خطاب المجتمع التولي. التحدي الاخر كيف نقصد لسالتنا تصبح انسانية وتصبحش عاطفية فقط. يعني المسالة عاطفية شيء جزاك بقول لك ببقى الاسم انسانية لا يخشى منها من يراها. اللي بيكتب عليك تأذير. التحدي الاخر كيف هتواصل مع حكومة بتاعتنا. الصمار. نقوي من عزمتها عشان نبدأ مجتمعات. لان في النحية. لو احنا مساعدناش الحكومة مساعدناش. الصمار حنطب ذلك. دي ارض احنا رفنا عليها. صح? التحدي في البناء الداخلي في المؤسسة. وفي كل المؤسسات. سأكرنا في الصمار او الخارج الصمار. والهيكلية المؤسسية. والتبعية لشخصية كاريزمية هي ناسة مؤسسة. يعني في حاجة ماهنا نسمي ايه? مترازمك المؤسس. اللي ايه? يعني يعني المؤسس ده بقولك يعني القبر اللي ايه? من ايه? من المهدي اللي لاحظة وشكده? ما ينفعك. ما بود يكون مفتتابعة في القيادات. التحدي الرائل التاني اللي بناء قيادات للشباب داخل المؤسسة. عشان في تواجد. انا هنا في المؤسسة. اخونا محمد والاخونا عبدالقادر والاخونا شعين. لابد 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 يرفقوا شباب يستطيعوا يتعليهم منهم. وهم موجودين في الأوفيس بتاعهم. ايه بعد ما يخرجوا? يعلموا الناس. لابد يكون ليه فترة اسبوعية ان انا نقعد عنق الخبرة للاخرين. انت الخبرة بتاعتك مش ملكة. الخبرة بتاعتك اللي عملها ما للفقراء المساكين. فعليه فردعين ان انت تعلم ده المجتمع وتعلم ده الشباب. عليه ده فردعين. لان اللي علمك مال الفقير. اللي كبرك مال فقير. اللي خلاك تبقى حيثية في المجتمع مال فقير. فعليه انا ارجع الخبرة والعلم المجتمع. عشان المجتمع يتكون معي بطلع خيادات اخر مستقبل. من اهم من الاشياء اللي عندنا اننا لابد لان نبني خيادات المستقبل. لابد لابد لابد. ولابد يكون مجالسة الهدارية او مجالسة التنفيذية فيها جزء من الشباب. عشان نخططنهم. يكبروا وبعدنا احنا ما نترون ايه? الاحماكن المتعيدة. بدي يكون لابد تحديات كثيرة. الثقابات المجتمعات الاتشرافية. لو بدنا نعرف عن ايه الثقابات اديانهم. اعقائدهم. قيامهم. قبل ما نتروح في ايه بكان. مش عارف انت المجتمع عندها بيتعامل ازاي. تركيبات المجتمعية في كل المجتمع عندنا. بدنا على تحديات اخرى. عشان كثير جدا انه انت عادت حدومت بتعملين تحدي. احنا نحددها وانتين على كل منطقة تشوف كيف بدعمها. بس اهم شيء هو بناء الكوادر. بناء الكوادر بناء الكوادر. انطبخ الاستماع. بدي. صلاة. حاجة لانعصي اللي نعنى اللي نريد. بس كده. انطبخ لدينا بالفتوى ماذا منك. انطبخ لدينا اللي نريد. هي الفتوى مع الدخوة مع الناس. الشيخ عالي يا احب. شكراً ويضاً ماذا لنا نهدو؟ وكيف يقرأ؟ وما هي المطورة التي يجب أو ينبغي أن تغير؟ شكراً في السمار في جمعية كثيرة السكلة وعندما فرصة عمل بلدك أنا مش عارفين كم جمعية مسكلة في السمار وده تحد أيضاً وعلينا على الأخير من نبدأ المجموع من الجمعيات الكبيرة اللي عندها أروليا فين؟ زي زمزم خمس أو سلطة جمعيات بتنفكر إزاي نحاول نتعاوم مع بعض عشان إيه؟ نفدي مؤسسة بستطيع أن تساعد جمعيات أصبح في السمار في وزارة سنة سنية صح؟ كانت أول وزير من سنتين كانت الدكتورة ماريا مش كده دلوقتي فيه حمزة حمزة نتواصل معه بس نتواصل برؤية محددة لو اجتمعت زمزم وعمل الارتماع في غرفة دي لأكبر خمس أو ستة أو سبع محسات السمار عادنا مع بعض وفكرنا كيف نساعد السمار في المجال ألف أو ب أو ب أو د سمار تقننا مع المزارة عايزين نتعامل معكم علشان احنا منتكلم مش عن الزمزم أو المنهل أو متعرف مين أو مين احنا منتكلم عن السمار والسمار ليس ملك لفصير أو مؤسسة أو لحزن إنما ملك لكل السمار فلابد الروح يتلع هنا شو عايد؟ اللي هو يوم أو يومين مع بعض مع الجمعيات كل واحد يطلع ما عنده ونطلع ورقة صبيرة كده دي استراتيجياتنا في الخمس سمانة عشر ستاة ونقع مع الحكومة ونطلب خطط مع الحكومة ومعنا نفسنا ايه اللي احنا ندع نقوم بيه ونعمل إيه يعني المجموعات ده على المجتمع الدولي ده اللي احنا عايزينه يعني اللي احنا قلنا مش عايزين مساعدات إنسانية وعايزين مساعدات تنموية هنفرضها على المال بس من خلال الرؤية ومن خلال تكاتف الجهود فلابد في الورفة دي يا أخي محمد نقعد ونرسل مقاردة للطريق لبلدنا ووطننا وازاي كيف نبني مؤسس ده ده وزاي كيف نبني مؤسس المجتمع المادري وزاي كيف نحافظ على تماثم المجتمع بتاعنا في الصمار ووطننا وطننا فقلنا 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 ما تكفيه ساعة أو ساعتين يعني إذا مسوي أو تغيره والناس ما يمنرون فعيد جملة وميران عن هذه الدريمة تغييمة إن شاء الله تعالى يتكرر في الناتكتورياني وتتكرر على الله إن شاء الله تعالى معروف نشكره كثيرا كثير من الناس ناس كثيرين يسألون لكن إن شاء الله فرص وفرها لذلك إذا كن لو خيرا صحيح بخاف صحيح بخاف لتي جيدا الآن موضوع موضوع فنوط 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 فننا موضوع مشاركة مشاركة مباشرة يعني فنش اوك عملت في اشير والله هذا فنش مباشرة طبعا مباشرة مباشرة مباشرة